ينضم إلينا من ولاية تيزيوزو ومراسل الغد حسان جزائر إذن حسان هل تمت السيطرة بشكل كامل على الحرائق في الجزائر وماذا عن حجم الخسائر حتى الآن تسبيا هنا في ولاية تيزيوزو تم السيطرة على أغلب الحرائق التي كانت مشتعلة في الغابات خاصة أن معظم السكان رفقة فرق الحماية المدنية مع وحدات الجيش الوطني الشعبي قضوا ليلة الأمس مرابطين في الغابات لإطفاء النيران تجنبا لاشتعالها مجددا خاصة بسبب الرياح التي كانت قوية ليلة أمس ولطالما تسببت في انبعاث الحرائق من جديد أنا حاليا متواجد هنا في قرية عزوزا إحدى أكبر قورة بلدية وضائرة الأربعاء نثيرات في أعالي ولاية تيزيوزو كما ترون خلفي أغلب غابات أشجار الزيتون احترقت بالكامل وحتى أن ألسلة النيران بلغت إلى المنازل وتسببت في خسائر مادية كبيرة بينما في المنطقة الفاصلة بين بلدية عين الحمام والأربعاء نثيرات وقعت العديد من الوفيات خاصة في بلدية إخليجا التي توفي فيها قرابة ثمانية عشر شخصا وبين الطريق الرابط بين عين الحمام والأربعاء نثيرات حصرت النيران مجموعة من أفراد الجيش الوطني الشعبي والذين فاق عددهم الخمسة وعشرون وتسببت في استشهاد أكثر من خمسة وعشرون جنديا كانوا هناك وقاموا بعملية إنقاذ المواطنين في تلك المناطق لحد الآن عملية البحث عن المفقودين لا تزال حيث أعلنت العديد من القرى بأنه يوجد العديد من الأشخاص مفقودين لم يظهر لهم أثر فيما قادت لنا بعض المصادر الطبية وأيضا شهود عيان بأنهم في الغالب أن هؤلاء الأشخاص قضوا نحبهم وسط تلك النيرانية التي حاصرتهم من كل جانب من جهة أخرى وصل اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى ولاية تيزيوزو مرفوقا بطاقة من وزاري وقد أكد بأن رئيس الجمهورية قد خصص ميزانية لتعويض أصحاب المزارع ومن تضرروا جراء هذه الحرائق وفقدوا منازلهم وعتادهم وأيضا مزارعهم وعدهم بأنه سيتكفل بانشغالاتهم بينما يؤكد سكان المنطقة أنه من الضروري فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذه الحرائق وخلفيتها خاصة أنها حرائق غير مسبوقة في تاريخ الولاية بهذا الحجم حيث أهلكت أغلب الغطاء النباتي في هذه المنطقة المعروفة بغطائها النباتي الكثيف أشكرك شكرا جزيلا من تيزيوزو مراسل الغد حسان جزيري ترجمة نانسي قنقر